كاذا ما سمعتني أنا في كلمتها يرانين ديرت بروباقوند للتبون والله الشنقريحة ها ما عندهم موالوا لا تحليل ولا ثقافة ولا علم ولا معرفة ولا أخلاق ولا أسلوب ولا موضوعية ولا فهم ولا فقه ولا أدب ما عندهم موالوا غير السب وتطيع الكلام والتشويه انت على الناس كلمة زوج تمو خبرات كلمة زوج انتشيات كلمة زوج انت عبلاوي كلمة زوج انت عقلا كاذا ما عندك يتفضل اللي في حال فيكم وراجل ويداعي أنه وراه معارض للنظام يتفضل بالصوتي والصورة قدام ربي وعباده توريونا انتو ما صلاح نول احنا نفرقو بين الدولة اللي هي دولتنا وبين السلطة وبين النظام وبين المجتمع فيما تعرضوا تعرض في ربي ثانية فيما تعرضوا وأن المساجد لله هذه آية قرآنية ما هي لنتع تبون ولنتع شنقريحة ولنتع نصر الجن ولنتع أي رئيس من الدول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هرانا نقولوا باللي هذا المسجد ماذا بينا بش يكون منارة هذا الشي اللي هرانا نقولوا فيه كاش كلام طايح كاش كلام فيه خطر ما عندكم حتى سلعة سلعة انتعكم هو تطيح الكلام وهو تشويه انتع الناس ويا ليت عندكم مستوى وعندكم اخلاق اللي تقدروا تطنعوا بها الناس ما عندكم والو جي انتع تكلمني انتع عن النظام بسودو هطلع إلا عندك نيف انتع رجال تمتلك مثقال ذرة من الرجل اطلع وبين وجهك ونشوفهوك تتكلمني انتع عن النظام وانا عندي ثلاثة وعشرين سنة ما تخلتش لبلاد تتكلمني عن شي تانا والدية وفيما حضرت الهومش تتكلمني عن شي تانا نعرف انه بالشي اللي ينفعني ونعرف شي اللي يغرني ونشوف الالواني علي طبيعتها نشوفه الابيض ونشوف الاسود نشوفه الاحمر ونشوفه الاخضر ونشوفه الشي اللي يصبح له البلاد وشي اللي يصلح للمجتمع ونعرف الناس اللي يفزدوا في الاخلاق ونعرف الناس اللي يروها ب saludوا يدخلوا بين الحم وذفر هر لي كنتكني مني عن الجنيرالات اربعتك ما بلك لربما مازال ما خرجوهو الارضة خلاص هتيرتكلمني عن الجنيرالات يدي حيكاية قديمة هأتشون بهذافي nich كيش ما عندك مشروع كيش ما عندك أفكار كيش ما عندك الطرح كيش ما عندك بديل كيش ما عندك معرفة كيش ما عندك تفضل اخ قلت لي لو كان شوف انك غير محترم ما نسمعكش اخ ربي بارك فيك اخ رمضان قلت لي والله الجزائر هناك امراض في المجتمع نعم صحيح كين هناك امراض موجودة صحيح اخ عمار قلت لي مساجد كلها بيوت الله نعم صحيح اخ محمد وعلكم السلام ربي بارك فيك هذا ابو تفلقاء قلت وش بغيت فيه قل وش بغيت فيه كي الناس اللي راه هو دركه وعنده كونت في الفيسبوك والله في اليوتيوب والله في تيك توك والله في موقع واحد اخر راه منهار من اللي ينوض وهو يسب من اللي ينوض هو يطيح في الكلام وراه في باله وراه عنده ناس مشتركين يا الف والله عشر الاف والله مئة الف والله مليون وفي اعتقاده هو راه هو لما راه يسب والله ذيك راه هو راه مقلق ناس وراه خالحهم وراه فضحهم وراه كذا وراه كذا تموت كل كلب إذا كان ما تبتش الرب ويبقى هذاك العمل للنذل يبقى يخدم عليك ضدك ويدخلك في السيئات وانت في قبرك كالناس اللي يراهم ما تلقوا لا مشايخ ولا دعاة ولا علماء ولا مفكرين ولا ساسة ولا مرشدين ولا أساتذة ولا بحثين ولا عمال ما هم تلقين حتى واحد ولا ضباط ولا ولا كذا في اعتقادهم هما أنه السب هذاك وطيع العضراء راهوا قفازة وحولة وهم أجبنوا خلق الله هذا من النوع اللي والله العظيم لو كانت حكمه في الطريق والله العظيم يهر رجولي أنت أحمل بعد وهذا الناس اللي انتركت سب فيهم شفتها بعيني ونعرف طينة الناس نعرف تعاملهم نعرف أخلاقهم نعرف مواقفهم كي الناس اللي انت ما تبانش معاه ما تبانش معاه في والو راه هو ذكره وخدام وغدوه يموت انترك سب فيه سب على روحك سب انتعك ذك ما راه راح يدير له والو هو راه رايح خلاق افعال راه تخدم عليه هذا دركنتا فرضا دركنتا واحد راه ساهم في بناء مسجد راه ساهم في طرقات في بناء طرقات في بناء مستشفيات ساهم في بناء مراكز في بناء ثكانات كاين فساد كاين أخلط عمل سيء وعمل حسن وراه ربي رايح يجزيه على العمل سيء ورايح يجزيه على العمل حسن انت وش هو تقاضي انت هو ربي استغفر الله يا ربي انت وش هو قاعد انت هذا عبلاوي وهذا مخابرات وهذا خائن وهذا الشيات وهذا كذا ونهار كم انتاك جا حارك ترطقتوه كسرتوه خرجعب وكان شوفكم ناس في المستوى شوفكم ناس تستحقوا على جلبه يتبعوكم يتبعوكم ها هي جات المناسبة على الحركة كاش واحد من الكلوشارات قدر يلم ربعة من الناس حاشا رجال حاشا الناس اللي يراهم يتوجعون البلاد هذو كنا ما نظر عليهم هل نظر عليهم هل نظر علي الكلوشارات اللي يراهم ضركوا ما يجيوا يطيحوا للناس سواء كانوا جزائريين ولا غير جزائريين وعلا الشعب هذا ما فيش رجال شعب شايفكم باللي ماكوش المستوى كالوشارة حط رحوا المعارضة كان يسمع المهري كان يسمع النحناح كان يسمع البنبلة كان يسمع الايد حماد كان يسمع صار يسمع له كالوشارات وراكم شوفتوا راني نشوفوا في الاشكال اللي راهم موجودة على فيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى كذا كلام لا علاقة له بالمعارضة لا علاقة له بالسياسة لا علاقة له بالمبادئ وبالأخلاق لا علاقة له بالشخصية الجزائرية الجزائري عنده نيف الجزائرية غار على أسرته غار على أخته على أمه على أبيه على مجتمعه الجزائري غار على بنت بلاده تيح الكلام هذا لو كان أراه جا تيح الكلام أراه صفة من صفات الرجلة لو كان وش كل يقدر الإبليس كيف يقدر كيف يقدر الإبليس إبليس وراء ما عنده الأنصار بالكثر والاستهزاء هذا ربي وش يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون كم من الآية تلقى فيها التفسير رح أقرأ التفسير تاعها وكان جاهد لكلام الطايح وهذا الشتيح وهذا النداب هذا اللي رح ما ديروا فيه راهوا علامة للرجولة وعلامة على الصلاح وعلامة على الفلاح ما اسبقتوا هذا الناس ليه لأنه انتم رح ما جيتوا في الأخر شكون كان فيكم يعرف اليوتيوب ويعرف الفيسبوك ويعرف تويتر ويعرف كذا فين يعرفوكم بنته البارح لقيتوا حركات صهيونية حركات هدامة راه تسعى من أجل ضرب المجتمع ومن أجل ضرب القيم من أجل ضرب الأخلاق راه تشهر فيكم على جلب الشياء تضرب الأسرة بكم ثم حاسبين نروحكم باللي راكم عندكم قصة راكم معروفين في المجتمع والله العظيم يالو كانت تروحوا للجزائر توداسون بالأقدام والناس يعفسوكم ويمشيوا